موسيقى النشاط المحلية من التلفزيون الجزائري أهلا بكم والمستهل بالنشاط الفلاحي حيث أسهمت سياسة والدولة بإنجاز عدد هام من غرف التبريد في تشجيع الفلاحين على إنتاج محاصيلهم عينة النشر من ولاية سعيدة التي توجه فلاحوها إلى زراعات مادة البطاطا محققين من ذلك نتائج إيجابية ومشجعة المزيد مع مختار مكور حصاد وفير في إنتاج البطاطا بولاية سعيدة فاق كل التوقعات شعبة اقتحمها عدد معتبر من فلاحي المنطقة بالنظر لخصوبة التربة وتوفر المياه خصوصا بضائرة عين الحجر هذه الغالة جاء من داعي تيوب والغالة سنارها ما شاء الله خيم العام الأول وقناة تسهيلات هنا في ما شاء الله حقا بما قبلنا ناش المؤهلات التقنية والمناخية والموارد المائية الموجودة تسمحنا بأن نكون قطب على مستوى الجزائر لماذا؟ لأن الأصناف المبكرة والنس المبكرة والمتأخرة كلها موجودة بأصنافها الثلاثة مرافقة الدولة لمنتجي البطاطا تجلت من خلال توفير مخازن التبريد المنتشرة بولاية سعيدة والتي أسهمت في ضبط السوق ومن تم التأثير على الأسعار القدرة الإنتاجية على التخزين مقدرة بـ 27 ألف متر مكعب عندنا المكون من 12 غرفة كل غرفة قدرة التخزين التاحة 2200 متر كوب السنة هذه عرفت إنتاج 1800 هكتار بمردود ما يقارب 280 هكتار لقنطار تم اتفاقية بين المتوسطية للتبريد لورافيو سعيدة حيث لحد الآن الكمية المخزنة هي كمية تقدر بـ 7 ألف قنطار والعملية ما زالت متواصلة هذا وتراهن المصالح الفلاحية بسعيدة على تكتيف زراعة البطاطا رهان نجاحه تغيير ثقافة الفلاح من إنتاج القمح والشعير إلى إنتاج أصناف مختلفة من الخضروات وللمزيد من التفاصيل حول مجهودات الدولة في مرافقة ودعم الفلاحين لتوصيع محاصلهم الزراعية معنا مختار بذكور من ولاية سعيدة فعلا من أحد أغنى المناطق الفلاحية بإقليم ضائرة عيل الحجار نحييكم وننقل لكم هذا الحوار مع رئيس المقاطعة الفلاحية تابعة لمدرية المصالح الفلاحية بعيل الحجار السيد بشارف قدور بعد الترحيب بك سيدي الملاحظ هناك طفرة نوعية خاصة بإنتاج مادة البطاطا تحديدا ما الأسباب في هذه الطفرة النوعية طبعا هذه الطفرة راجعة في الأساس إلى اهتمام الوزارة الوصية بشعبة البطاطا كمنتوج استراتيجي وعندنا بالنسبة للمقاطعة في المحيط الذي نمتواجد فيه 150 هكتار غير محيط ولا ستاب بغض النظر على مجموعة دائرة ليحصي 4500 هكتار بين البلدية الثلاث ملاي العربي وسيد يحمد وعين حجار والمرافقة التقنية من جهة والتسهيلات الخاصة بمادة الأسميدة خصوصا هي اللي خلت الفلاحة يتشجعوا مع ترشيد الموارد المائية الموجودة بالمنطقة وهذا ما سيشجع مستقبلا على جعل ولاية سعيدة ككل وليس منطقة عالحجار كإقليم خاص بإنتاج وغراسة مادة البطاطا لينافس الولايات المجاورة على غرار عين دفلة ومستغان ما ليس كذلك إن شاء الله هذا طموح مشروع لأن المؤهلات التقنية والمناخية والموارد المائية الموجودة تسمح أن نبه نكون قطب على مستوى الجزائر وعلى أهلاء لماذا؟ لأن الأصناف المبكرة والناس المبكرة والمتأخرة كلها موجودة بأصنافها الثلاثة على مستوى تراب الدائرة من بين المجهودات التي لا بد من ذكرها هو وجود المناطق الخاصة بتخزين وتبريد مادة البطاطا التي أسهمت في تشجيع الفل على غراسة هذا النوع من مادة البطاطا ليس كذلك؟ نعم على كل حال بالنسبة لقضية التخزين رعدنا برنامج طموح فيما يخص سياسة الوزارة فيما يخص هذا السنة والسنة القادمة ما شاء الله بيكون مخزون استراتيجي خاص بالمنطقة التعالي بها أولا من جهة نحاوض على المنتوج ونحاوض على المنتج ومن جهة ثانية بها نشوف طريقة التسويق التعالي لمنتوج التعالي وهذا كله يدخل في إطار تحقيق الأمن الغذائي لولاية سعيدة أولا ثم تحقيق الوفرة بالنسبة للولايات المجاورة شكرا جزيلا شكر لك بشارف قدور رئيس المقاطعة الإقليمية لمديرية المصالح الفلاحية بإقليم دائرة عائل الحجرة التابعة لولاية سعيدة نقلنا لكم هذا الحوار الخاص بإنتاج مادة البطاطا على مستوى ولاية سعيدة العودة إليكم شكرا لك مختار مذكور كنت معنا من ولاية سعيدة وبولاية جيجا المكسب جديد سيفتح أفاقا واعدة لقطاع النقل بمطار فرحات عباس مركز شحن الطائرات بالوقود الذي يحتوي على خزان بسعة 100 ألف لتر وشاحنة بسعة 18 ألف لتر لتزويد الطائرة بمدة الكيروزان عبد الرحيم شمعوني والتفاصيل يعتبر مطار فرحات عباس بولاية جيجا من أهم المنشآت القاعدية بالجزائر نظرا لما يتوفر عليه من إمكانيات ووسائل لاستقبال كل أنواع الطائرات مطار فرحات عباس له ساعة استيعاب وهي 300 ألف مسافر يقوم برحلات داخلية ودولية عنده معدل رحلتين في اليوم داخلية ورحلتين في الأسبوع دولية به كل الوسائل وفيه كل الإمكانيات والمعدة التي تجعل منها مكان أو مطار لإستقبال كل النوع للطائرات وهو مطابق ومصادق عليه لطائرة البونكس 737-800 تعزز الآن بمحطة لتزويد الكيروزان لتعطي قيمة مضافة إلى المطار ولجعله أكثر حركية تم إنشاء مركز لتزويد الطائرات بالوقود بعدما كانت العملية تتم عن طريق شاحنات قادمة من ولايتي قسنطينا وبجايا تم إنشاء مركز نفطال بمطار جيج العباس فرحات والمتمثل في هذا الخزان الذي عنده 100 ألف لتر سعان تعو وشاحنة بـ 18 ألف لتر نقوم بتزويد الطائرات الأجنبية أو الجزائرية الهدف الثاني هو تقديم خدمة للطائرات التي تحط في مطار عباس فرحات وفي وقت قياسي هذا المكسب يضمن أسبوعيا تسع رحلات داخلية من وإلى الجزائر العاصمة فضلا عن رحلتين ما بين ولاية جيجل ومدينة مارسيليا في انتظار فتح خطوط نقل جديدة في إطار تكثيف الجهود الوقائية من التقلبات الجوية المفاجئة تدابير استباقية لمواجهة مخاطر الفيضانات والسيول لأن تجاعان الأمطار الغزيرة باشرت في تنفيذها المصالح التقنية المختصة لولاية بومردس نسرين دحمان جهود تتظافر تنقية المجاري المائية والبالوعات وتهيئة المسالك المائية التي غمرتها أوراق الأشجار والنفايات تأهبا للتساقط المفاجئة الأمطار تطبيقا للمحاور الكبرى للسياسة الوطنية للوقاية من الأخطار الكبرى وضعت مصالح البلاديات والمصالح التقنية المختصة بالولاية مخططا لتحديد النقاط السوداء للنفايات وتكفيف عمليات تنقية مجاري المياه والبالوعات قامت المؤسسة الولائية لمراكز الردم التقني مدينة فرعيا مدينة تنقية البالوعات والمجاري المياه وتنقية الأرصفة من جميع الأشياء التي قد تسبب في غلق البالوعات أو المجاري المياه قمنا بتشخيصها وإعدادها عبر محيط كامل ولاية بومردس خلال الفيضانات ماي 2023 حصر نقاط السوداء وين تحصلنا على نتائج مكين الفيضانات توشت المواطن حاولنا في هذا من خلال هذه الخارجات الميدانية استباق حصول استباق الاحتياطات اللازمة تدابير وقائية احترازية يجب اتباعها لمجبهة المخاطر الطبيعية فالحفاظ على سلامة المواطني والأملاك مسؤولية الجميع وختاما تعد حديقة التسلية والألعاب بوهران قبلة مفضلة للعائلة والزوار من كل أنحاء الوطن لما توفره من ألعاب وشروط للراحة والأمان عماريا نهاري حديقة التسلية والألعاب بوهران قبل العائلات خاصة في هذا الموسم حيث يتوافت أكثر من ثلاث ملايين زائر في هذا الفصل ومن كل أرحاء الوطن أنا جينا بالعطلة زهولة بزوز ونبدأ شويرجو من الموناق الحال الموناق البارد إن شاء الله شابة تخيب يا كين صغاروين يلعبوا كمبلة أصلا مدارين جانايا أنا أول مرة من انجي هنا عشبني العتلة الضائرة وعشبني نفورة وتحفي نوزين كل المستلزمات حاضرة في جنة الأحلام من ألعاب نتذكرها منذ الصغر وفضاء تقضير العائلات الجلوس والمتعة والصهارات الليلية من أول جوليا إلى غاية تلاتين جوليا استقبلنا مليون ومئة وستوى عشرين ألف وحد بغض النظر عن المخيمات الصيفية لزون ديكابي الأطفال أقل من 6 سنوات هذو ما نسجلوهمش أما شهر أوت لانما زي ما كمنا شهر أوت تضعف مرتين عدد الزوار على مستوى الحاضرة مدى بي المواطني يساعدنا ويساعد العمل ما يقصناش للأوراق ما يقصناش لأننا نتلقى نوعا ما مشاكل ولكن هذه خدمتنا بس نطلبه بس تكون عندنا ثقافة تع النظافة وتع البيئة وإلى غير ذلك الأمن والصيانة الدورية لآلات الألعاب وكل شروط الراحة متوفرة في هذا الفضاء الجميل وما علينا إلا الحفاظ على هذه المكتسبات نشرتنا تمت دمتم طيبين وإلى لقاء